لكن وإحنا بنتواصل مع أحبابنا بيحصل أحياناً خلافات بيحصل سوء تفاهم بيخلينا مشوشين أو بنحب بعض بس في حاجات بتعكر علينا عيشتنا طول الوقت مع بعض عشان كده بنقلق والقلق ما أقول لكمش عن القلق بيعمل إيه في المحبة بنقلق إن المحبة تضيع في عز عدم قدرتنا على التفاهم وبنبقى محتاجين نتطمن إن لسه فيه وصال وعشان كده النهاردة عن نتكلم عن سلام الوصال الوصال يا سيدي في ذاته كده الوصال في ذاته كده سلام راحة راحت بال ولذلك عنلاقي مقدار أمان وسلام الإنسان بمقدار وصاله اللي بينه وبين ربه وبينه وبين الناس فالوصال ثمرة للمحبة المصونة بحسن التواصل فالوصال وثمرت التواصل الودود الرحيم اللي بيكون بيننا والوصال بالمناسبة الوصال ده هو وصل رايح جاي من الطرفين صحيح هو كلمة متكونة من أربع حروف لكن هو قصة كل حرف فيها بيشكل معنى من معاني الوصال فالوو فيها معناها الوفاق والصادم معناها الصادق والألف يعني الأليف واللام يعني للأبد فالوصال عند الناس كلها هو الوفاق الصادق الأليف للأبد يعني إيه؟ يعني علاقة جواها رحلة دايما للوصال وللعايش بالوصال فالوصال ده ما بيحصلش مفاجأة إن احنا نبص نلاقي نفسنا في حالة وصال ولا الوصال ده محطة بنوصل لها وبعدين بتخلص لا ده الوصال العيش دايما وكل مشهد بنعيشه مع أحبابنا مهما كان في ظننا إنه يعكر علينا صف والمحبة لكن برضو بيفتح لنا باب جديد من أبواب الوصال باب جديد من أبواب الوفاق الصادق مع أحبابنا اللي بيخلينا نعيش معاهم في ألفا للأبد